خاصية الـ Quality of Service على مستوى الروتر هي خاصية تتيح لك التحكم في صبيب الانترنت في شبكتك الداخلية وعليه فجميع الأجهزة التي تكون متصلة بنقطة الروتر أو بنقطة الموزعة للواي فاي يمكنك أن تحدد لكل جهاز متصل صبيب معين يمكن استهلاكه لكي نقوم بتحديث الصبيب على مستوى الأجهزة المتصلة بجهاز الواي فاي أو نقطة الموزعة للواي فاي يكفيك أولا أخي عبد الرحمن أن تدخل إلى الروتر ثم تذهب إلى إعدادات الـ Quality of Service طبعا في حال هذه الإعدادات أو مكان تواجد هذه الإعدادات يتغير من جهاز إلى جهاز فقد تجدها في إعدادات مثلا الواي فاي يمكن أن تجدها كذلك في إعدادات الشبكة أو الان يمكن أن تجدها يعني كخاصية منفردة وهي الـ Quality of Service على العموم ابحث عن هذه الخاصية عندما ستجد الـ Quality of Service يكفيك أخي الكريم أن تدخل بإدخال الماك أدرس الماك أدرس هو عنوان أو هو عبارة عن عنوان فيزيائي لقطعة أو قطعة الكارت غزو كارت الشبكة قد تكون العنوان الفيزيائي الخاص بالواي فاي أو العنوان الخاص بالـ RG45 على العموم نفترض أنك متصل بالواي فاي فستبحث عن الماك أدرس الخاصة بجهاز الواي فاي بعد ذلك ستدخلها في خانة ستجدها يعني متاحة على الـ Quality of Service ستجد خانة يعني بعد أن تفعل الـ Quality of Service ستجد خانة أو مجموعة من الخانات تقوم بإضافة الخانة الأولى هي الماك MEC ثم بعد ذلك تحدد الصبيب الذي تريد أن يستفيد منه هذا الجهاز وهذه هي طريقة إعدادات الـ Quality of Service على مستوى الروتر تحية أعلى